مرحبا برج الثور بشكل عام الكارتات ما سألت سؤال معين على كل كارت خليت الطاقة تكون حرة عشان أخلي الطاقة مثل ما يقولون توصف نفسها عشان حصل أحسن إجابة أحسن من أني أسأل سؤال معين عشان نلفت الانتباه للنقاط اللي فعلا محتاجين أننا نحددها وأيضا يوجد الجانب الذي يتحدث على أو عن شرك المستخدم عزيزي برج الثور أرى أنك حاليا في مرحلة انتظار أنت حاليا في مرحلة أربع الخماسيات هو الرجل الذي ماسك الخماسيات قريبا منه ولا يريد أن يعطيها لأي أحد ولا يريد أن يستثمر في أي أحد يعني اللي قاعدة أشوفه أنك حاليا ماسك الأمور جدا قريبا من قلبك تنتظر في مرحلة انتظار أن يأتيك شخص ويستثمر فيك لأن الخماسيات ترتيبها من واحد إلى عشرة فأنت حين في مرحلة الأربعة ولكن مثبت نفسك مثل اللي متجمد في وضعك لا تنمو ولكن في نفس الوقت لا تخسر عندك خوف من الخسارة أو من المضي قدما فحاليا تنتظر أن أحد ما هو الذي يأتي على فرس على فرسه الأبيض وينقذك ويعطيك الخماسي أو يكمل حياتك ويكون عندما تحتاجه ألا وهو الخماسيات السدة البقية لكي تصل إلى العشرة العشرة هي مرحلة الاستقرار السعادة الأسرة الحلم الذي تحقق ولكن التاري بلك عزيزي أن هذه المرحلة بالنسبة لك يعني خلاص كتبة لها أن تصل فقط إلى هذا المستوى يعني هذه الرحلة احتمال يكون عندك شخص معين أو عدة أشخاص كخيارات كارتباط أو أنك تفكر في شخص معين تنتظره يرجعلك من الماضي أو تنتظر أشوفك قاعدة تنتظر بالضبط أن الشخص معين ياخذ اتجاهك أنت خطوات لأنه أشوف الهيرمت الزاهد هو الذي متجه نحوك فأنت تنتظر أو تتطلع أن هذا الشخص وهو ياخذ تجاهك أنت خطوات وهو الذي يأتيك يعطيك يكمل باقي الخماسيات عندك يعرض عليك الأشياء اللي أنت طالما حلمت فيها الزواج الاستقرار بغض النظر ما هو حلمك وتفاصيله أنت عارف ما هو حلمك هذا اللي قاعدة أشوفه ولكنك في انتظار لهالشخص أنت كنت تقول له ما هي خطوتك القادمة قاعدت تسأل هاي الشخص ما هي خطوتك القادمة شنو راح تسوي أنت مو ما هي أقول لك أنت مو حاط أمل كبير على هالشخص ولكن في نفس الوقت أنت ضارك قاعد يكلفك وقت ثمين لأن أنت حاليا متجمد مو قاعد مو قاعد تروحي للأمام مو قاعد تمشي متجمد حاليا في وضعك فيقول لك التارو هذه المرحلة كتب لها أن تصل فقط إلى هذا الحد ثمانية الأكواب ثمانية الأكواب يعني أنت فعلا تعبت لحد ما وصلت لهاي المستوى احتمال مع هذا الشخص يعني أنت باقي لك كوبين وتختم تختم هاي العلاقة أو تختم هذا الهدف مع هذا الشخص يكون يعني وصلت لمرحلة النهاية بالنسبة لك ولكن على أرض الواقع أنت فقط في مستوى الأربعة وعشان تستطيع أنك فعلا تلاقي الشخص اللي تتمنى لازم تفهم هذه النقطة من التارو يقول لك هذه المرحلة أو هذه الأكواب ما راح تزيد عن ثمانية هذه مرحلة كتب لها أن تكون مع هذا الشخص بهذا المستوى لا تعلق آمالك لازم تكون هاي اللي قاعد أسمعها لازم تكون عندك شجاعة كفاية فعلا أنت لحد الآن وصلت مرحلة الضمانية تعبت كثيرا مع هذا الشخص استثمرت وايد انتظرت وايد علقت آمال الأكواب بالنسبة لي هنا آمال الآمال موسهل أنك تبتعد عنها موسهل علقت الكثير من التوقعات على هذا الشخص أو هاي العلاقة الحالية اللي عندك أو احتمال تكون في الماضي القريب استثمرت الكثير عاطفيا ونفسيا مع هاي الشخص ولكن استجمع استجمع كل شجاعتك أو قوتك وإيمانك أن هاي المرحلة خلاص وصلت إلى نبوجها مع هاي الشخص ممكن الشخص يدخل حياتنا مكتوب لأن يبقى إلى الأبد بعض الأشخاص دخولهم مهما علقنا عليهم الأمال أو استمتعنا بالوقت أو حسين أن تفهمنا معاهم بعض الأشخاص دخولهم يعطينا درس يعطينا درس إحنا محتاجين نتعلمه عشان ننضق ضمان في الرحلة اللي رحي توصلنا للشخص المعين لجبالنا وحتى السولميت هو مو كل سولميت كل إنسان عندك هذا سولميت طبعا مو سولميت واحد ومو كل سولميت يدخل حياتك الغرض أو القدر كاتب لأله كاتب لأنه يبقى لا تجارب الحياة تثبت هذا الشيء وإذا كنت عزيزي منتظر إن هذا الشخص يأتي تجاهك يعطيك ما حلمت به أو ما تتمنى احتمال أنه فعلا يأتي لأن الزاهد أو الهرمت أو المتصوف متجه نحوك يقابلك ولكن في نفس الوقت ليس لديه أي شيء يعطي ما يقدر يعطيك ولا شيء الزاهد هو عبارة عن شخص لا يملك ولا شيء سوى المصباح الذي في يده أو الفنر وعنده رحلة عنده رحلة طويلة فالسؤال هل ستنتظر إن هذا الزاهد ينتهي من رحلة يعني التصوف والبحث عن الذات وتحقيق الأحلام ومن ثم أو رح تقرر إنك تنسحب بكل شجاعة سوى أن كان شخص معين أو أشخاص طانين بعض منكم عزيزي برج الثور أرى إن أكثر الأشخاص اللي رح تصادفونهم في الفترة القادمة رح يكونون فعلا هم يأتونك على أساس أنهم يطلبون القرب والارتباط والحب والعلاقة يعرضون عليك هاي الأشياء بس السؤال هل يقدرون يعطونك شيء في العلاقة الزاهد لا يملك شيء عزيزي سوى يمكن حكمته في الحياة أنت بحث عن استقرار عن زواج عن شخص مستعد يبني معاك ليس عن شخص في رحلة البحث عن ذاته وهذا من الذكاء العاطفي أنه تعترف وتقيم كل شخص على حدة فماذا سيكون قرارك أنت أخبرني لأن أن ترحل عن جميع الأكواب ممكن يكون ثمانية كلهم أشخاص وخيارات عندك أن ترحل عن ثمانية أكواب عدة أشخاص كذا مرة ترحل عن أشخاص لا يشبعون رغباتك لا يعطونك ما تتمناه في الحياة ليس الشريك المناسب أن تبني معه وتبتدي معه حياة ترى ليس بالأمر السهل يعني أتفوق معاك ليس بالأمر السهل ولكن هو فعل ما يستلزمه عشان توصل إلى سعادتك الحقيقية على الجانب الثاني هل ستختار مثلا أن ترضى بالأقل إذا كنت ستختار أن تضغى بالأقل فزاهد تقدر تعيش معه على الأقل شي بس دائما بس صعب شلون أنت راح تعيش معه أنت أصلا في مرحلة الأربعة لا تريد أن تعطي تريد الشخص أن يكملك الشخص أن يعطيك متوقع من الطرف الثاني أن يضيف إليك ومثبت نفسك على هذا الوضع وهذا الشخص مثل ما قلت لك أو الأشخاص احتمال اللي يأتون في حياتك الفترة القادمة ترى مجرد عابرين سبيل الزاهد الزاهد في رحلة لا يتوقف كثيرا مجرد محطات معينة يستجمع فيها قوات يأخذ قوته وما يحتاج من المحطة ويكمل رحلته فأيضا رسالة لك أن لا تعتبر كل شخص يدخل حياتك غرضه البقاء مستحيل هذا الشخص شوفوا الصورة عشان أقربها لك هذا الشخص في رحلة ذاهب إلى مكان قاصد مكان يمكن حتى ليست لديه وجهه محددة وهذا هو المؤلم هل ستظلت أن تظر الشخص هكذا أو أنك رح تستطيع أنك تتخلى عن الاستقرار اللي حققته لنفسك لحد الآن من نجاح وظيفي من استقرار أسري من حياتك الجميلة اللي حققتها لحد الآن وتسمح لشخص لا يوجد لديه شيء يضيفه في العلاقة أن يدخل وتعتبره شريك الشريك بمعنى الشراكة أن يكون مكافئا لك هذه الشراكة غير متكافئة حاليا والتارو اليوم طاقة جدا صريحة وأنا هنا لكي أخبرك الحقيقة ولكن الجانب المشرق يقول لك يقول لك التارو إذا كنت شجاعا بما فيه الكفاية لأن ترحل أو لا تقبل يعني أكثر اللي أشوفه أنهم بتجهين تجاهك بما معنى أن العروف تأتيك أشخاص هم اللي يدخلون في حياتك أكثر ما أنت اللي تبتدي وتدخل في حياتهم ولكن عليك الرحيل الرحيل من أجل نفسك لا تسميه أن الرحيل من أجل إيجاد شرك أفضل لا أول شي توجد نفسك لأن أنت وك طالع من مرحلة شوي صعبة فأول شي توجد نفسك تثبت نفسك تكون مستقر وهذا اللي قاعد يقول لك المرحلة القادمة إن شاء الله ومن ثم الأمور رح تجمع بعض الفترة القادمة ممكن تكون القريبة ممكن تكون بعيدة كل واحد منكم رحلة تختلف عن الثاني ولكن الرسالة المهمة لك في الجزء الأول يجب أن تكون شجاعا بأن تعرف أول شي يسأل نفسك أنا عن من أبحث ما هو الشخص ما هو مواصفات شرك أحلامي أب رائع زوج متفاني رومانسي دائما موجود في البيت ويهتم تربية الأبناء ما هي المواصفات وأدخل شوي في التفاصيل تعمق في التفاصيل ممكن ممكن يكون عند صاحب بزنس حتى لو صغير ولكن ناجح إنسان طموح حتى لو كان لا يملك الكثير من المال لكن يملك طموح ما هي المواصفات التي تبحث عنها إذا حددت المواصفات إذا حددت المواصفات المناسب اللي مكتوب لك تكون معه كل ما ابتعدت أسرع أو انسحبت أسرع من الأشخاص الخطأ أو الأشخاص اللي مو مكتوب لك تنتهي معهم في شراكة كل ما وصلت إلى الشخص المنشود أسرع أوكي إذا حين انسحبت السؤال إذا حين انسحبت أو قررت أنك ترتب حياتك من جديد ما الذي سيحدث المرحلة القادمة رح تكون بداية جديدة إن شاء الله رح تروح من أربعة بنت كلز إلى الثلاثة بعضكم يمكن يشوفون أنه أنت رح ترجع للوراء لأنه قبل فترة كان عندك احتمال للزواج احتمال للارتباط احتمال للحياة الكريمة رح ترجع للوراء ولكن العكس الذي سيحدث المرحلة القديمة توقف نموها توقف نموها خلاص لكن المرحلة الجديدة هي التي ستكون مثمرة عندما تبتدي أنت تبني تبني تحط طابة على طابة طابة على طابة بالأساسيات الصح في حياتك هذا الذي سوف يثمر أول شيء اللي قاعدة أشوفه لك هني عندك ثلاث الخماسيات في المرحلة الجديدة هذه المرحلة جداً مثمرة أكثر من ما تتصور يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعوضك عن فشل أو خذلان في السابق أو حل معين لم يتحقق بأمور ثانية أشوفها أمور أكثر تكون على الصعيد العملي البزنس الأهل محيطك الناس قبول الناس لك محبة الناس لك ممكن تبتدي أي بزنس بسيط في الفترة القادمة أي شيء عملي حرفي أشوف في حرفة فيه يعني عمل باليد أشياء يدوية بسيطة أو حتى في مجالك في الوظيفة أي شيء مشروع تبتديه صغير رح يثمر بسرعة وأسرع ما تتوقع رح تكون هي مكافأتك على الإنسحاب أولا سوف تحقق الرخاء المادي لنفسك يعني وهذا الشيء أشوف أنك ما تتوقعه لأنه دائما تنظر إلى الأربعة أكثر من الثلاثة وأفضل تنتظر هذا الجانب هو الذي يثمر ولكن الإثمار مكتوب لك في هذا الجانب هذا الكرد هذا المجال فجرب هذه بعد ما تطلع منها المرحلة تكون بالنسبة لك مرحلة تجارب ليست مرحلة قرارات هذا اللي قاعدة أسمعها مرحلة تجرب مشروع مشروعين ثلاثة تشوف أنت في شنو ناجح في شنو لقيت نفسك في شنو أنت تسويه بسعادة في نفس الوقت ممكن تحاول إلى شيء جدا مثمر مربح لح إمكانية في المستقبل هذا الشيء البسيط وهذا الشيء جدا إيجابي في ناس يجذبون الانتباه بطريقة لبسهم شعرهم شكلهم الخارجي أنت رح تجذب الانتباه في الفترة ما بعد ثلاث الخماسيات رح تجذب الانتباه بما حققت لذاتك أكثر الناس رح يكونون منبهرين بأنت ورج الثور الذي حققت لذاتك والقصة التحذيرية اللي كانت في هاي الجانب أنت خايف منها رح تكون مثل القصة اللي تسردها عن أيام نجاحاتك احتمال لأن أحس أن في أشخاص معينين رح يخوفونك أو ما ينصحونك أو لحد الآن يحاولون يعطونك أمل أن هاي المرحلة لها مستقبل بس لما في النهاية تستوعب أن أنت لازم تبتدي المرحلة الجديدة يوم من الأيام رح تلتفت وتقول هاي القصة وتذكر الناس المرحلة السيئة اللي أنت كنت فيها أو الغير مرضية خلينا نقول والمرحلة الحالمة اللي أنت وصلت لها اللي هي فعلا واقع ليست حلم ملكة الأخصان ملكة تعرف ما تريد وتحقق ما تريد يعني مثل قصة الشاطر حسن شاطر إنسان شاطر يحقق ما يريد يذهب وراء ما يريد رح تكتشف جوانب من نفسك بعد ما تبتدي هاي المشاريع أو هاي الأمور في حياتك رح تكتشف جوانب من نفسك من شخصيتك ما كنت تدر أن هي أصلا موجودة لم تكن واعي أن هاي الجوانب موجودة أن أنت قادر أن توصل لهاي المرحلة من الثقة ملكة جدا واثقة سواء كانت مرأة أو رجل بغض النظر عن انت من يا عزيزي ملكة واثقة متربعة على عرش من إنجازاتها شوف الانتقال انت هنا مثل ما قلت لك انتقال جدا في الطاقة عكس 180 درجة انت هنا قعد تنتظر شخص يقدم لك أو تنتظر شخص يرجع لك أو شخص ينجز لك شخص يحق لك الحلم في الخماس رقم 5678 عشرة عشان تكتمل سعادتك لما في النهاية تواجه الواقع أن هذا لن يحصل بهذه الطريقة فقط لن يحصل بهذه الطريقة مو أنه لن يحصل مع شخص ثاني أو في وقت ثاني لن يحصل بهذه الطريقة ركز على هاي النقطة سيحصل عندما أنت تدرك قيمة نفسك وتستثمر في نفسك وأحلامك سواء كانت بسيطة كبيرة على مستوى الدولة على مستوى فقط الأسرة تب تنجح علاقاتك الأسرية what ever انجازاتك هنا لنفسك غير مهمة ولا محد لحق يحكم عليك لأن وقتها بتكون أنت وصلت مرحلة إنسان عصامي كل اللي أنجزته هاي الوقت وكل اللي حصلت عليه من رخاء من سعادة من جمال من تحسين الذات كل اللي سويت وأشوف أنه بعد عندك تحسين للشكل لأن ثلاث الخماسيات رح تثمر رح تنتج أكثر رح تكون عندك أموال أكثر تصرفها على نفسك تستمتع فيها شي طبيعي شكلك يتحسن مثل ما قلت لك ملكة الأقصان جدا تلفت الانتباه ورعية كاريزما هي الشخص الوحيد الذي لا تستطيع أن تنكر وجوده ما هي الإنجازات التي ستكون في المستقبل بالنسبة لك أنت على أي صعيد عاطفي رح تدرك أنه مثلا أنت استحق أفضل من الذي كنت راضي به في السابق أو على صعيد الشكل تكتشف أنه أنت بالعكس تقدر تكون جدا أجمل إذا اشتغلت على زوايا معينة أو إذا غيرت شكرك بطريقة معينة شعر الطويل أكثر شعر أكثر لون هذا يلبق لي أكثر غض النظر هنا مرحلة اكتشاف قاعدة أشوفها بالنسبة لك إعادة اكتشاف مواطن القوة في الذات مو مواطن الضعف مواطن القوة رح تشتغل عليها وهي اللي رح تشعل الناس نار طاقة رؤية ضوء ساطع ما في أحد يقدر ينكر وجودك أو احتمال يكون على الصعيد النفسي أنت قبل كان عندك صراع داخلي بشأن ما أفعل أسوي ما أسوي هاي كلها هاي كلها يأتي من جانب عدم الثقة بالذات وعدم معرفة النفس لما تعرف نفسك تعرف بالضبط ما ستختار من أجل نفسك على الصعيد الروحاني احتمال حتى ليش ما يمنع لما تلاقي أشياء أكثر تسعدك على الصعيد الروحاني أنت أي لما انت حسنت صارت تتأمل صارت تصلي صار عندك ما يمنع أي صعيد راح تنجح فيه أنت اللي تحدد ما هما اتجاهك ولكن يجب أن يكون اتجاهك للأمام عزيزي في وقت الزحمة أثناء ما أنت جدا مشغول حقق ذاتك جدا مشغول بمشاريعك القادمة يعني راح تروح أشوف من مرحلة ثلاث الخماسيات إلى مرحلة جدا بزي ما عندك وقت الكل قاعد يتقاتل على الوقت يعني عندك قدة أمور لازم تهتم فيها حالا اتصال من هنا اتصال من هنا ومسج من هنا وفاتورة من هنا جدا مشغول أسس لنفسك شيء كبير وصل إلى مرحلة شوي كبيرة الأشجار عندما تكبر يبيلها اهتمام وعناية راح تكون بزي هاي اللي قاعدة أشوفه بزي بالاهتمام بنفسك وبالاهتمام بما أنجزت البذور الصغيرة اللي كبرت تحتاج اهتمام فأنت راح تكون بزي في هاي المرحلة في هاي الوقت راح تلتقي بشخص أيضا أنجز الكثير أو أنجز أيضا أصامي خلي أقولك أيضا أصامي احتمال لأشوفه أنك راح تلتقي عن طريق يعني معرفة احتمال في مجال التجارة في مجال البزنس الوظيفة لأنه هو أيضا إنسان حقق لنفسه الماجيشن هو الساحر كرت الماجيشن هو الساحر الذي يمتلك الغصن يمتلك الخماسي يمتلك الكوب ويمتلك السيف يمتلك أيضا السولجان وعلامة الانفينيتي اللا محدودة بما معنى هذا الشخص بارع في أي شيء يقرر أن يفعله أيضا على صعيد الوظيفة والتجارة والأعمال راح تشوفه مثلك يعني أو يمكن حتى أفضل منك جدا ساطع ضوء ساطع مميز إنسان عنده كل الأجوبة وأي شيء يطلب منه يفعله احتمال يكون في البداية تنظر إليه أنه هو أقل منك لأنه أشوفي شوي نظرة الملكة شوي فيها غرور يعني يمكن أنت تعب جدا عشان وصلت لهاي المرحلة فشوي يحق لك أنه تكون شوي مغرور شوي تنظر لنظرة دونية في البداية ولكن عندما تكتشف الساحر عند تركز عند خدعات ولكن مو بالجانب السلبي بالجانب الإيجابي عندما تكتشف هذا الشخص ما الذي يقدر على صنعة شن يقدر يسوي الأشياء البسيطة التولز الأدوات البسيطة التي يملكها يعني يملك من كل عنصر من أربعة العناصر واحد ولكن عندما يجمعهم مع نفسه يستطيع أن يحقق المستحيل نظرتك رح تتغير حق هالشخص رح تبتي إعجابك فيه رح تبتدي تحترمه ولو أنك في السابق ننظر له مجرد نظرة هو شخص أشوفه في مجال العمل في مجال التجارة في مجال البزنس تبعي مجرد هاي النظرة وهو أيضا رح يكون شوي مجغول ولكن الفرق أنه سيلاحظك قبل أن تلاحظه مثل ما قلت لك نظرتك رح تكون شوي دونية ولكن النصيحة فترة القادمة أو بعد القادمة بعدها بمراحل يعني فترة التي تحس أنك وصلت إلى ملكة الأخصان لا تفقد لا تفقد اتصالك بالحاضر وبالواقع لا تضل كثيرا نظرتك إلى المستقبل يعني إذا نظرت كثيرا إلى المستقبل أصلا لن ترى هذا الشخص في محيطك يعني ستكون جدا مشغول بنفسك وإنجازاتك وشايف حالك لدرجة أن هاي الشخص رح تشوفه جدا صغير جدا تحتك لن تراها أصلا رح يكون مثل في الكواليس بالنسبة لك فانتبه إذا حسيت نفسك وصلت لمرحلة متربع على عرش إنجازاتك هاي هو الوقت اللي تبتدي تلتفت حك اللي حولك حتى لو كان ظاهرة أقل منك في الإنجازات تأكد أن هاي الشخص لو نظرت لنظرة ثاقبة رح تكتشف أنه لديه الكثير من الأشياء اللي يقدر ينجزها مثل الساحر أي شيء يضع فيه ينجزها تكنولوجيا حرفة بيزنس علاقات عامة إنسان مبتع في أي مجال يدخل فيه وهاي جدا شريك مناسب جدا شريك رح تكون بينكم العلاقة متساوية أو متكافئة لنش أقول هاي الشيء لأن الطاقة العامة في نهاية الكارداد two of fire two of fire كارت الغصنين مثل ما تشوفون في الصورة في شخصين أوكي مع بعض كل واحد يملك غصن فتخيل الصورة إنها أقرب إلى الساحر وملكة الأغصان يجتمعون مع بعض لبناء حياة مشتركة وجدا الطاقة متكافئة يعني الجوانب التي أنت بالعادة تحتاج فيها المساعدة هو هذا شخص يكون لك السند الظهر الشخص اللي تستند عليه وقت الصعوبات أو وقت اللي عندك استشارة مع إنه احتمال يكون مو كبير في السن ولكن جدا شخص تثق فيه يستهل إنك تثق فيه وشخص تسند ظهرك إلي وبالعكس هذا الشخص عندما يريد أن يلهم يعني لما يدور عن الإلهام وعن الأفكار الجديدة عن الأفكار مثل ما نقول الموالعة الأفكار الخلابة رح يأتي لك أنت أنت رح يتمثل له هاي الجانب الإلهام التقدم التقدم رح يكون يعني دائما أنت رح تكون في العلاقة الشخص الذي يحدد الوجه القادمة الرحلة القادمة إلى أي بلد الاستثمار القادم في أي مجال هاي الأمور أنت رح دائما ترجع لهذا الشخص في الجوانب اللي تحس إنه تحتاج فيها إلى النصيحة إلى التأكيد أنت ترى شوي عنيد رح تكون لأن برج الثور فيه شوي يعناد أنت رح تكون مقرر عن أمور معينة بخصوص حياتك ولكن رح تسوي نفسك كأنك تشتشير كأنك تطلب مساعدت عشان يكون فعلا يعني شراكة أو تدخلون مع بعض يعني كمتساوين ومتكافئين يعني يعني أنت عارف أن هذا هو السعادة أن شخصين متكافئين يدخلون في شراكة يبنون مع بعض فرصة جدا جميلة يعني هاي اللي أشوف لك الواقع صراحة أن الواقع رح يكون جميل إن شاء الله بإذن الله رح أسحب لك آخر كرت تبع النصيحة ونشوف شنو يقول طبعا أول كرت في العادة يسقط أو ينقلب أختاره نشوف شنو النصيحة حك برج الثور الشريك شكرا 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 لك شكرا لك لك لا أخلط الأوراق أمام الكاميرا لأن أخذ وقت جدا لا أرضى أن أختار الكرتات من هذه الجانب إلا عندما تسقط أو تنقلب وعنده شروط شوي غريبة لازم الكرت يكون بروحة الكرت يكون سولو إذا الكرت يكون مع مجموعة من الكرتات أيضا لأأخذه ف إذا كان أحسي يناسب القراءة بالضبط بالضبط شنو قلت لك برجيثور بالضبط كنسدر كنسدر يور فاونديشن الأربعة رقم الأربعة دائما يرمز إلى الأساسيات مثل ما قلت لك انظر إلى وضعك الحالي هل تحس أنه فعلا فيه نموم إلى الأمام؟ هل تحس أنه رح ينفعك؟ أنه تنتظر أكثر؟ تستثمر أكثر؟ أنت عارف أنه رح تخسر إذا استثمرت أكثر عشان شذي أنت محافظ على النمو الحالي ترجمة نانسي قنقر